اشتركوا في القناة احمد وابي داود باسناد حسن مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وصدق من قال ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب قد ينفع الادب الاحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الادب فاذا فالانسان لو عايز يشوف ثمرة طيبة في اولاده يبدأ معهم من الصغر مش اصد ان هو يبدأ في تحفظ القرآن فقط لان كتير من الناس كلما تكلموا عن تربية الاولاد او تأديب الاولاد يقولك الحمد لله حفظتهم القرآن مش هو دا المقصود انا مش عايز اولادي يبقوا مجموعة من البغبغاوات يقول البغبغانات زي يقوله باللغة البلد يعني باللغة العمية مش عايزهم يبقوا مجرد بس بغبغان بيقول وبيردد وخلاص انا عايز اشوف اخلاق انا عايز اشوف اخلاق المسلم عايز اشوف ابني متربي مؤدب مهزب بيتعامل معاملة ادمية بيتعامل مع الناس بسلوكيات قويمة مش مجرد انه خاتم الكرآن واخلاق مفيش ادب مفيش سلوكيات سيئة معاملات سيئة لا انا مش عايز كده انا عايزه يحفظ حتى لو على مهله بس يكون بيطبق وعايش وشايف قضوته في الاب وفي الام شايف ماشا الله ام ماشا الله مهذبة متدينة محترمة سلوكياتها طيبة معاملاتها طيبة فيطلع يشوف كل دوة فيقلد الام والاب في هذه السلوكيات والمعاملات الطيبة عشان كده بقول علموهم وقدبوهم مش علموهم وبس مش حفظوهم وبس لا بد من الادب ولذلك قال عبدالله ابن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة قال نحن بحاجة الى كثير من الادب مع قليل من العلم افضل من كثير من العلم مع قليل من الادب اسأل الله عز وجل ان يعلمنا وان يعلم اولادنا وان يؤدبنا وان يؤدب اولادنا اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله على بنا محمد وعلى يليه وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته